الأخيرة وأختم بيها وأطلع فاصل دايماً الناس بتسأل هو ليه فيه خروج عن النص ليه دايماً فيه إثارة في المسابقات ودايماً فيه ناس بتهرج عن النص وما فيش حالة انضباط في الملاعب بصوا عشان أجيب لكم الآخر المسؤول عن المنظومة أو المسؤول عن إدارة الكرة في مصر طالما ما عندوش لوائح وليجان يطبق من خلالها القوانين صح هيفضل دايماً التعصب موجود وهتفضل الإثارة موجودة وهتفضل اللاعبة اللي بتخرج عن النص قررها مرة واثنين وثلاثة لجنة الانضباط لما اجتمعت في 13 إبريل ووقفت عدد من اللاعبين لجنة الانضباط في اليوم التالي اتحاد الكرة حلها افتكوا الكلام دا كويس جداً عشان تعرفوا إحنا وصلنا لفين لجنة الانضباط لما اجتمعتهم 13 إبريل اتحلت بالليل اتحلت بالليل وتحلت معاها لجنة المسابقات وتحلت معاها لجنة شؤون اللاعبين طب لجنة الاستناف دي لجنة منتخبة من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ما يقدرش اي حد قاعد على كرسي في الاتحاد يحلها لما اجتمعت في 13 مايو وايدت قرارك لجنة الانضباط اي شكوى بتروح لها بتتحط في الدرج انا عارب بقولك وقولي الكلام دا عن مسؤوليتي اي شكوى كانت بتروح لها كانت بتتحط في الدرج عشان لجنة ما اجتمعش عشان لجنة ما تاخدش قرارات فبالتالي لا عندك لجنة انضباط ولا عندك لجنة استناف ولا عندك لجنة مسابقات ولا عندك لجنة شؤون اللاعبين ولا عندك لجنة حكام فالطبيعي جدا اي حد هيخرج عن الناس مش هكلاه اي عقاب لان اللي تعاقب قبل كده اتكافئ ولعب دور ممتاز اللي تعاقب بتمن مباريات اتكافئ ولعب دور ممتاز بالمخالفة للليحة فبالتالي عدالة ونزاهة المسابقة اتضربت في مقتل خلال الموسم الحالي واللي جاي لو فيض القدى هيبقى اسوأ 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 بكتير